طيب هنبدأ حلقتنا النهاردة ببيان مهم أصدرته وزارة الصحة بخصوص ما أثير يعني في بعض كلام كده عن ظهور أعراض مرضية متشابهة عند بعض المواطنين بقارية العلايقات التابعة لمحافظة إنا وزارة الصحة والسكان أكدت أنه على الفور تم إرسال فريق من الطب الوقائي والعلاجي والترصد الوبائي لتقصي المعلومات حول المشكلة والشكوى وتم سحب عينات من المرضى وعينات مختلفة وكمان أكدت وزارة الصحة أنه تم إرسال فرق مكافحة ناقلات الأمراض وفحص عينات من الميا وأماكن الصرف الصحي وحصر أعداد أصحاب الشكاوى المتشابهة وضحت كمان الوزارة أن الأعراض دي ما بتشكلش أي خطورة وكلها أعراض تتراوح ما بين الخفيفة والمتوسطة ولا تستوجب الحجز في المستشفيات يعني كل دي إشاعات وضحت كمان وزارة الصحة أن الأعراض المتشابهة دي اللي ظهرت على بعض الموطنيين كانت عبارة عن ارتفاع في درجة الحرارة ألم في العظام شوية إعياء وبتستمر من ثلاث يام لخمس يام ودي أعراض مشتركة بين كتير من الأمراض الشائعة اللي كلنا كل بيت فيه شوية برد شوية أنفلونزا شوية نزلات معاوية حمى خفيفة مع ارتفاع حرارة ده اللي بينتشر بينشر الإصابة بالتزامن مع درجات حرارة الطقس اللي احنا شايفينه وبتختفي بالراحة واحدة واحدة لما بتنخفض الحرارة وبنشرب سوائل كتير كل بيت في كده إيمان مين ما عندوش حد سقن شوية درجة ولا براكتير الواحد لو كان حاجة مش تمام هيحصل نفس الأعراض دور برد انفلونزا أي حاجة ما كانت هيحصل نفس الأعراض ففيش دعي نحن نكبر الموضوع وخصوصا أن الدولة في حالة مصارحة ومكشفة وشفافية من أيام أزمة كورونا ما حدش خب على حضراتكم حاجة سواء الإعلام أو الدولة أي ما بدورها فكل حاجة واضحة وكل حاجة موجودة بعدين احنا في مصر هنا الحمد لله عندنا شوية حاجات لو عملناها يمكن مش موجودة في دول تانية كبيرة بتحاول تاخدها من عندنا أنا لات بنصدر حاجات حلوة قوي للصين النهاردة الصبح البرتقال ب130 يوان في الصين البرتقال مصري وحطينا عليها على مصر فرحة قوي عندنا بقى برتقان عندنا لمون بصل توم خضروات ورقية هي إن شاءنا كوباية الشاي اللي بنحمس بها بعد الأكلة دي دي فيها فواية كتيرة بس بلاش بعد الأكلة على طول عشان الحديد إذا كاننا وشربنا طبيعي وبلاش الأكل اللي هو اللي ممكن بيدر أكتر ما بينفع ده احنا بنقوج هز المناعة اللي هو خط الدفاع الأول نحية أي حاجة بقى ممكن تسبب لنا الأعراض دي فبلاش نكبر المواضيع لأنه الوهم في حد ذاته بيعي ده الخير إن شاء الله